تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 644 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت ألفا واثنين طن وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 198 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي الأرز الأبيض تم ضبط 770 طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغبائية فتم ضبط 34 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 920 قضية من بينها 294 قضية خبز ناقص الوزن و217 قضية خبز غير مطابق للمواصفات